الحكومة تحكم قبضتها على استيراد الوقود ربما يكون هذا التفسير الأمثل لقرار حصر استيراد المشتقات النفطية على شركة مصاف عدن تقول الحكومة إنه منذ اليوم ستتدفق المحروقات إلى البلاد عبر المصاف فقط مما قد يضع حدا لأزمات عدم الوقود التي أضحت ملازمة لحياة اليمنيين والحد من نشاط السوق السوداء التي تعبث فيه الميليشيا طولا وعرضا سبق القرار قرارات مماثلة اتخذتها الحكومة خلال الأسابيع الماضية إذ منعت رسوة أي شحنة نفطية في موانئ البلاد ما لم تكن تلك الشحنة قد جرى استيرادها عبر البنك المركزي وهي خطوة حجمت من استيراد الوقود عبر تجار السوق السوداء تستنزف عملية استيراد الوقود النسبة الأكبر من النقد الأجنبي في السوق المحلية وتلك واحدة من الأسباب التي أدت لانهيار العملة المحلية الذي وصل ذروته في سبتمبر من العام الماضي إذ لامس سعر الدولار في السوق الموازية ثمانمائة ريال القرار الأخير للحكومة وجه أيضا شركة النفط التابعة لها والتجار بشراء الوقود من المصافي وبالريال اليمني مما قد يضمن بقاء الدورة النقدية في السوق هي واحدة من الخطوات التي سبق وأن نادى بها مراقبون فالقرار بحسب قولهم سيمكن الحكومة من السيطرة على السوق السوداء الموازية إذ ستكون هي المسؤولة عن تدفق الوقود كما سيعزز القرار من استقرار العملة المحلية في الجانب الآخر يشكك مراقبون بقدرة الحكومة على إنفاذ القرار فالحكومة حتى اليوم لم تتمكن من ضبط السواحل الطويلة للبلاد التي يجري عبرها تهريب الوقود والأسلحة